السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اماني من قناة ربيانكو. باذن الله النهاردة هنعمل حلو الهنمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. هنحط خمس كبيات لبن وممكن طبعا يعني حسب الكمية اللي عندك ممكن تعملي كبيتي اللبن. تلاتة. انا النهاردة عملة خمس كبائيات لبن. حلو وبسيط وسهل وجميل. وباذن الله المكونات كلها تبقى متوفرة في البيت. هنحط خمس معالق سكر. لكل كباية لبن معلقة سكر. هيبقى السكر بتاعها مزبوط. لو حبت زودي مفيش مشكلة. هنا هنحط خمس معالق قسطر. لو مفيش قسطر. ممكن نحط نشا. او نشا وضيق. بس كل كباية لبن معلقة قسطر. هنقلبهم كويس. هننفحهم على النار. لغاية ما القوام يتقل. نقلبهم كويس. عشان ما يبقاش فيه تكتلات. انا كده القوام بقى مزبوط. هنبدأ نصبهم في كسات في برطمانات في بايركس في اللي تحب تقدمي فيه. هنحط نص الكمي. يعني نص البايكس. نص الكوباية. نص الكاس. هنا الخطوة التانية. معنا كوباية ونص مية مغلية. هننزل عليهم. باتنين باكو جيلي. وهنقلبهم كويس. وهننزل كوباية ونص مية من الحنفية. مية ساعة. عشان الجيلي يبرد. هنا بعد ما برد. والكاسطر عمل طبقة خفيفة. هنبدأ ننزل بالجيلي وراحة. حلو جميل وسهل وطعمه لزيز. هننزل بالجيلي. براحة. هننزل بالكمية كلها. احنا نخلي بالنا العبوة بتاعة الجيلي بيبقى مكتوبة عليها كوبايتين مية. لو عملناها بكوبايتين مية. الجيلي مش هيمسك. مش هيربر. هنا بقى هننزل بالرمان. الطعم واللون حكاية. نحط الرمان براحة عشان خاطر ما ينزلش جامد. يفتح الكاسطر مننا. لان الكاسطر لسه بعدك. طبي. هتحط الرمان الكمية اللي انت حاجبها. وهنحطه في التلاجة. هنا بعد ما جمد. وطلعناه من التلاجة. مسك نفسه جميل. وبالهنة. واتمنى تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.